واحد إلى ثلاثة هي نسبة عدد المواطنين في الكويت إلى عدد المقيمين بها ما شكل اختلالا سكاريا كبيرا استدعى تحذيرات من خبراء في الشأن العام يرون أن مثل هذه المعادلة تلقي بعب كبير على السياسة العامة للدولة التي توفر خدمات شبه مجانية لمواطنها يستفيد منها المقيمون بصورة أو بأخرى ما يستدعي مراجعة تسعيرة هذه الخدمات وهو ما يعني إما فرض الرسوم بالمطلق أو فرض رسوم جزئية قد تكون مخالفة لمنطق الدستور والقوانين السائدة في الدولة هذه الاختلالات السكانية المقلقة كانت مثرة دول نيابي واسع كان أبرز ما فيها مقترحات القوانين التي طرحت لمعالجة هذه الملف ومنها أربعة مقترحات تبنىها عشرة نواب مختلفون لإنشاء جهة مستقلة للتعامل مع هذه الملف أطلق عليها أحد المقترحات اسم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية وينص على أسناد تبعيته إلى وزير الداخلية بما يوحي بالهاجس الأمني المصاحب للقضية على أن تتولى مسؤولية وضع سياسات العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة وإنهاء إقامة العمالة الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة لها ومن مهامها أيضا معالجة الخلال في التركيبة السكانية عبر خطة عمل خمسية وتحديد أن لا يزيد عدد كل جارية عن نسبة 30% كحد نقص من إجمال عدد المواطنين فيما المقترح الآخر أسمع لجنة الوطنية للتنظيم وإدارة التركيبة السكانية ونص على أسناد رئاساته إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما يعني هنا أن الهاجس الاجتماعي هو الدافع الأبرز لنواب الذين تبنوا مقترحاتها والذين حددوا أهدافها بتحقيق التوازن في التركيبة السكانية والتأكد من حصول المواطنين على كافة حقوقهم والقضاء على العمالة الهامشية في الدولة ونص على وضع خطة وسياسة عمالية للوصول إلى حد أقصى للعمالة الوافدة بنسبة 50% من إجمال عدد السكان وكان المقترح الثالث تحت عنوان إنشاء اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية غير أنه أسند رئاساته إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبذات الأهداف المتمثلة في دراسة واقتراح الحلول لمعالجة هذا الاختلال في التركيبة السكانية للدولة وأخيرا كان مقترح إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية وطغى عليها الجانب الاقتصادي حيث أسندت رئاستها إلى وزير الدولة لشؤون الاقتصادية واستهدفت وضع خطة للوصول بعدد الوافدين إلى 50% من إجمال عدد السكان وتحديد أن لا يزيد عدد الجالية الواحدة عن 25% من عدد المواطنين وتحديد سبع سنوات فقط للوصول إلى هذا الهدف قلق متواصل استدعى زخما نيابيا متزايدا لتبني تشريعات تعالج وتضع الحلول لمشكلة يرى كثيرون أنها متفاقمة إن لم يضع لها سقف حل وسقف أرقام